تختتم اليوم فعليات اليوم الثالث والأخير من المهرجان الدولي الخامس للطمور المصرية بسيوة والذي تم تنظيمه تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقد انتظمت عمليات دخول وخروج أهالي وزوار وحد سيوة وسط إجراءات احترازية مكثفة بالإضافة إلى توزيع الكمامات على الحضور لمكافحة اتشار فيروس كورونا ننضى على المدى اليوم الثالث والأخير من فعاليات المهرجان الدولي للطمور المصرية في نسخة الخامسة على أرض واحد سيوة الحمد لله من خلال التأتيام وفعاليات المؤتمر ومن خلال الندوات ووش عمل اللي تمت خلقنا بتوصيات ناجحة ويمكن أبرزها أن يبقى فيه نضع علامة تجارية معتمدة دولية للطمور المصرية وخلقنا ببضل بعض توصيات من السادة المتخصصين في مقاومة آفات وآسوس النخيل احنا طبعا فخورين جدا بأن احنا نختم المهرجان بنجاح فعالياته كلها وقدرنا أن احنا نحط نقطة من نقطة الانطلاق للتصدير للطمور من خلال المشاركات للناس اللي كانوا موجودين ويئي المستوريين اللي كانوا موجودين وفعلا حدث مهم جدا تسويقي لسواء كان فيه التسويق السياحي أو تسويق الطمور المصرية خصوصا ترجمة نانسي قنقر